السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة تكاتف اكلات النهاردة ان شاء الله هعمل لكم الكنافة بالحليب المكسف طريقة جديدة وطعمها حلو جدا والناس اللي ما عندهاش حليب مكسف او ما تعرفش بيتجاب منين انا هعلمكم طريقته هتعملوه في البيت بطريقة سهلة جدا وطعمه زي الجاهز بالزبط هنجيب اول حاجة حلة ونحطها على النار ونحط فيها معلقتين كبار كده سامنة ونبتدي نقلب بقى في الكنافة ننزل بنص كيلو كنافة ونفضل نقلب باستمرار عليها ما نسيبهاش خالص عشان ما تتحرقش لان بتاخد لون بسرعة نفضل نقلب لحد ما توصل كده تبقى لونها دهبي هننزل بقى عليها بكباية كبيرة حليب مكسف الحليب المكسف لو ما عندي كيش ما بيتبعش حواليك طريقته في البيت سهلة جدا هتجيب الخلاط ونحط كباية لبن بضرة وعليها كباية سكر سكر عادي مش شرط بضرة وهننزل عليهم بنص كباية ميا مغلية يبقى كباية وكباية ونص كباية ميا مغلية كباية لبن بضرة كباية سكر عادي مش شرط بضرة ونص كباية ميا مغلية ممكن تنزلي بقى بقطعة زبدة على حسب رغبتك ما عندي كيش زبدة مش مشكلة رشة فانيليا بيبقى طعمه جميل جدا وبيبقى زي الجاهز بالزبط ما بتفرقوهش خالص عن الجاهز بقى نبتدي نشكل بقى الكنافة شكلها بالحاجة اللي انت عايزاها يعني انا عندي كده معلقة مجوفة كده انا بقيت تشكل بالمعلقة شكلها بغطاء شكلها بالمكعبات بتاعة التلج حطيها اجبسيها مثلا في صنية كبيرة واضغطيها وقطعيها بعد كده لما تبرد اللي رياحك يعملية بس بالطريقة دي اهو بنحط بقى الكنافة ونعد ندوس عليها كده نجبسها كويس وحطي بقى المكسرات اللي تعجبك انا ما كانش عندي مكسرات فحطيت سمسم جوز هند حطيت شوكولاتة فرماسيل اللي رياحك يعملية عايزة تعمليها سادة خالص مفيش مشكلة اعمليها سادة عايزة بعد ما تحطيها في الصنية مثلا لو كبستيها في الصنية زينيها بكريم شانتي او لو هي وحدات كده وعملتي كده روزتات كريم شانتي على الوش هتبقى برضو طعمها جميل جدا التزيين بقى يعني والخطوة النهائية دي على حسب زوقي كنتي اعمليها بالطريقة اللي تريحك وكده خلاص كده بصوا بمنتهى السهولة بمنتهى البساطة عملنا الكنافة وما خدتش وقت كل الوقت بس اللي بتاخده في التشكيل بتاعها ده وخلاص كده ممكن تعمليها سادة زي ما انا عاملة كده عملت شوية سادة وحطيتهم وحطيت على الوش كده بحليب مكسف برضو بتبقى طعمها جميل جدا يارب بقى الوصفة تكون عجبتكم واتمنى انكم تجربوها وتقول لي في التعليقات تقولولي عجبتكم ولا لا ولو عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو شتركوا معايا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله وفعله الجرز ولسه هعمل حاجات كتير حلوة جدا هتعجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية السلام عليكم اشتركوا في القناة